اشتركوا في القناة وكانت دي غريبة جدا وفي انتقادات لهذا الأمر في بداية الأمر قال إطلاق قوي لإطلاق نار بالقرب من ترامب بعد كده قال لك إطلاق النار ليست له علاقة بترامب من بعيد أو من قريب ده خلاف بين اتنين وحصل إطلاق النار بعد كده طبعا تم الكشف عن أنها بالفعل كانت محاولة ثانية لاغتيال الرئيس دونالد ترامب وكان فيه فيديو زميلي كانت بعث لقبض عليه يعني طبعا هو هنا المحاولة دي المحاولة التانية اللي بتأتي طبعا بعد المحاولة الأولى اللي كانت في تجمع انتخابي في بينسلفينيا الحقيقة أنه حملة الحمد لله لم يصب بأذى وحسب طبعا الإعلان من الحملة المرشح الجمهوري والحقيقة أنه فعلا جهاز الخدمة السرية هذه المرة كان تمكن من أنه رصد أنه في بين الأشجار فوهة السلاح وأنه كان بيستعد المنفذ على فكرة لم يطلق النار كان يستعد لإطلاق النار وعلى بسرعة الكوات الحماية الخدمة السرية أخدت بالها وبدأت تطلق النار على هذا الشخص دون أن تصبه علشان كانوا عايزين طبعا يتم القبض عليه عسرة الموضوع ده كان في تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب عسرة على بندقية من طراز AK-47 مع منظار بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع جوبرو والكاميرا كان عايز يصور الحقيقة فر المشتبه به بسيارة سوداء اللون لكن السلطات تعقبته بعد أن نجح شاهد عيان في تحددها ورئيس الشرطة في مقاطعة بالم بيتش كان بيقول أنه لدينا شخص قيد الاحتجاز وأن ترامب كان بيلعب الجولف وتم طبعا بعد كده هو كان على مقربة من مقره في مارولاجو وبعد ما تم طبعا حمايته كان عايز يكمل اللعب على فكرة زي ما برضو كان طلع بالقبضة الخاصة بيه في الاختيال الأولى في محاولة الاختيال الأولى وقال فايت فايت فهو الحقيقة كان حتى في تصريحات ليه في مكالمة هاتفية مع قناة فاكس نيوس بيقالوا أنه هو أكثر حاجة متضايق منها أنه هو مقدر في يكمل الجيم لأنه شرطة الحماية السرية طبعا كانوا عشان حمايته طلبوا منه أنه هو يغادر المؤتمر الصحفي اللي عقده عمدة مقاطعة بولم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أكدوا طبعا المعلومات المشتبه به كان بيحمل بندقية من نوع كلاشين كوف والحقيقة كان بيحمل كاميرا والكاميرا دي عشان يوصق بيها الحادث كان مختبئ بين الشجيرات في الملعب ترامب كان على بعد 300 إلى 500 متر الحقيقة بالرغم من أنه نجح الخدمة طبعا السرية بأنها قدرت تشوف الفواهة دي وقدرت تنقص ترامب لكن كان برضو فيه تساؤلات إزاي قدر يوصل وهو في حماية وفي محاولة اغتيال في سابقة وأنه المفروض الحماية اللي عنده أنه يوصل للقرب من ترامب على بعد 300 إلى 500 متر اشتبك أفراد الجهاز مع المسلح أطلقوا ما لا يقل عن أربعة خزائن طلقات كان فيه فيديو من قناة الحرة زميلي فيديو قصير معرفش إذا كان زملتي بعتته ولا لأ أو ده كان لسه نازل وده الفيديو الوحيد اللي كان لحظة الأبد على المشتبه به كان الحقيقة يعني من مبارح لغاية النهاردة ما كانش فيه أي فيديوهات من مكان الحادث غير بس الفيديو اللي هما كانوا بيجيبوا فيه لحظة لحظة الحقيقة لحظة الأبد عليه الحقيقة يعني كنت عايزة أنا حاول أبعته لكم زميلي دلوقتي لأنه فعلا ده كان نازل لسه من حاجة بسيطة جدا المهم أنه كان برضو بيتقال أنه الحاجة معلومات بقى كتير عن المنفذ وعندنا برضو تقرير بيتكلم عن منفذ هذا الحادث هنحاول برضو أن احنا نعرضها لحضراتكم الفيديو هبعته لكم حالا زميلي يعني بجد الموضوع أن يكون فيه محاولة اغتيال تانية دي حاجة حقيقي يعني مش طبيعية يعني بجد المهم بيتقال بقى أنه هما نجحوا نجح مساعده المأمور في مقاطعة مارتن في توقيف المشتبه به والقبض عليه اللي هو الفيديو اللي زميلي هيجهزه حالا التحقيق مستمر مع المشتبه به ومثل النهاردة أمام المحكمة الحقيقة أنه في البداية مبارح ما كانش فيه تفاصيل كفاية في المؤتمر الصحفي اللي تعمل بعد محاولة اغتيال مباشرة لكن بدأ الكشف عن المعلومات دي من قبل الـ FBI أنه اسمه رايان ويسلي راس رايان الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم أنه كان تم الأبد عليه وتم نشره ثوره وتم أيضا معلومات أنه هو كان بيؤيد الحرب بيؤيد أوكرانيا عايز ناس تروحوا جنود مجندين يروحوا من أمريكا ومن أي حتة موجودين جنود أمريكيين يروحوا عشان يدعموا أوكرانيا كان بيدعم ماليا أيضا الحزب الديمقراطي بأموال كتير جدا هو ديمقراطي مسجل ده الفيديو اللي طال زي ما قلت لحضراتكم حصل يعني أنه عرض منذ قليل النهاردة ده أول فيديو يعتبر لحظة القبض على منفذ الهجوم على الرئيس المحاولة أو محاولة الاغتيال الثانية الفاشلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو رحنا بقى لل تمام كده زي ما حضراتكم شايفين وحتى الصورة دي هي اللي انتشرت بشكل كبير جدا وحطت التشيرته فوق دماغه بالمنظر ده طبعا يعني لو لقينا التوقيت بتاع النشر هذا الفيديو على قناة الحرة كان يمكن من حوالي ساعتين تقريبا يعني منذ قليل المنفس بقى زي ما قلت لحضراتكم اسمه ياس اسمه رايان ويسلي راس رايان ده عالم أوكرانيا زي ما انتوا شايفين مشاهدينا هو الحقيقة عنده 58 سنة معروف بانه سجل نفسه في 2012 كناخب لأول مرة لم يكن منتميا لأي حزب ولكنه قدل بصوته كان ديمقراطي فيه برضو صورة لكم التبرعات اللي تبرع بيها للحزب الديمقراطي كان متورد في محاولة ادخال مقاتلين أجانب إلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا قناة بي بي سي كانت وجدت ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تتطبق مع هذا الاسم تشير إلى أن دعا مقاتلين أجانب للزهاب الأوكرانيا القتال ضد القوات الروسية اسمه رايان ويسلي روس وأنه كان على صلة بالنائب آدم كيزينجر من خلال دعمه ونضاله من أجل أوكرانيا كان فيه فيديو من قناة العربية كان بيتكلم عن كل تقريبا يعني بيتكلم عن كل حاجة عن هذا الشخص على فكرة يعني أعتقد طيب الحقيقة أنه كان برضو من ضمن المعلومات كان فيه صور طيب عن اللي هو السجلات اللي دعم بيها كان فيه صورة هنا بيتكلم عن تجنيد مقاتلين دي الصورة اللي هي بتتكلم عن اللي بتوري لكم كام مرة دعم الحزب الديمقراطي كان درس بجمعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية كمهندس ميكانيكي يعيش في هواي على مدى السنوات الستة الماضية أساسها منظمة لبناء مخصصة لبناء منازل للمشردين أدلة بتصريحات لدعم حقوق الإنسان في تايوان وتم اعتقاله تمن مرات في السابق لارتكابه جرائم بسيطة شايفين دي الصورة اللي هي كانت من الواحزة الأبدع لي في حديث الوسائل الإعلام الأمريكية ناجل راس كان بيقول أنه أبوه محبه حنون وأنه صعب جدا أنه يكون تورط في أي محاولة للإغتيال وده برضو كانت الحقيقة يعني شوية زي ما بقول لكم كده حاجة غريبة قال لك هو كان قبض عليه أكتر من مرة في موضوع مرور في سرقات ولكن أنه استبعد جدا ابنه أنه يكون كان تقبض أنه يكون يعني بينفذ فعلا للمحاولة دي زي ما قلت لكم في نقطة مهمة جدا ولسه هنشوف كونه مثلة أمام القضاء النهاردة وإيه التهم اللي هتوجه لي لأنه بيقال أنه لم يطلق النار ولكن برضو هي كانت محاولة اغتيال يعني الحقيقة ففكرة أنه هو لم يطلق النار دي كان فيه رسالة المشتبه به لصديقه كشف صديق سابق للمشتبه به في محاولة الاغتيال أنه كان فيه صحفي في مجلة نيوزويك ومقر رومانيا قال أنه هو انفصل على الروس بعد أن أرسل رسالة يطلب فيها المساعدة في الحصول على تأشيرات للمتطوعين اللي بيريدوا الكتال من أجل أوكرانيا وهذا الصحفي قال أنه راس أراد الكتال في أوكرانيا لكن لم تكن هناك فرصة بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية هذا الصحفي وصفه راس قائلا في بعض الأحيان يشبه الطفل أضاف 14 أغسطس 2023 حاول راس إحضار بعض الأشخاص من أسيا إلى أوكرانيا لكنهم كانوا بحاجة إلى التأشيرة والتأشيرة ليست بهذه السهولة السهولة كان الأمر خارج نطاق صلاحياتي لم أستطيع مساعدته ووصف سيرينيا راس بأنه في بعض الأحيان يشبه الطفل وهو بيمثل أمام المحكمة النهاردة كان ظهر وهو هادي ومبتسم وكأنه مفيش أي حاجة وابتسم راين ويسلي راس وهو مقيد ويرتدي البدلة الزرقاء بينما كان يتحدث معه محامي ويراجع الوصائق قبل ظهوره الأول وكان مكبلا بالأصفاد لكن في يديه وقدميه الصورة اللي تعرضت من شوية بيبقوا دايما عاملين صورة كده بالمرسومة للمتهم مش بيجيبوا الجوة المحكمة يعني مبدئيا يعني لغاية ما بعد كده ممكن يكون فيه بالزبط ما بيقاش فيه كاميرات لغاية بعد كده ما يبقى فيه إذا كان هيتم السماح بأنه يكون فيه مشاهد يعني أو إعلام يغطي المحاكمة وجهت لرس تهمتي حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي وستسمع هاتين التهمتين للسلطات بإبقاء يقايد الاحتجاج مع استمرار التحقيق فالحقيقة أنه الموضوع ده موضوع زي ما قلت لحضراتكو كده موضوع مهم جدا وأنه في نفس الوقت كل دي المعلومات اللي لغاية دلوقتي كنا بنعرفها الحقيقة أنه ده طبعا أصعد على السطح المحاولة الأولى الفاشلة وخلى تعليقات كتيرة جدا الحقيقة منددة من قبل ترامب نفسه من قبل الحزب الجمهوري والرئيس ترامب كان علق على الحادث على شبكة فاكس نيوز وقال أنه خطاب بايدن وهاريس هو السبب في إطلاق النار ليه بقى؟ لأنه كان في صورة مهمة جدا وكلام مهم بيقول أنه لازم كل واحد من المرشحين يغير طريقة الكلام بتاعه في الحملة بتاعته وكان بيعتبر أنه ترامب لازم يحط لحملته أنه هو هيدمر الديمقراطية وهيقضي على الديمقراطية وده كان الكلام اللي بيقوله دايما اللي كان بيقوله طبعا هاريس والترامب وبايدن في حملاتهم بأنه لو اخترتوا ترامب ترامب هيقدمر الديمقراطية مش يكون فيه دمقراطية في بلدنا علشان كده هو الشخص ده برضو كان يحاول يقتل بهذا السبب وده اللي قاله ترامب قال لك أنه يعني منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريدي وقال كمان أنه في رسالة بريد إلكتروني لمانحية أنه لن يستسلم أبدا في عقاب الحادث الرسالة دي وصلت لناس كتير جدا لدرجة أن حتى مؤيد بريطاني كان وصل له هذه الرسالة وخلت حتى مزيعة في قناة العربية كانت مخلية المؤيد البريطاني اللي صحفي البريطاني المؤيد لترامب فتحها على الهوى الحقيقة من موبايله أن الرسالة دي وصلت لكل المؤيدين وبيقول فيها لن يستسلم في عقاب الحادث كانت هناك طلقات نارية في محيتي ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة أردت أن تسمعوا هذا أولا أنا آمن وبصحة جيدة لا شيء سيبطئني لن أستسلم أبدا سأحبكم دائما لدعمكم لي حملة المرشح أيضا دونالد ترامب قالت في بيان بعد الحادث بأن ترامب آمن قال جيدي فانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو وهو أيضا نائب الرئيس في أعقاب هذا الحادث في منشور على موقع اس أنا سعيد لأن ترامب آمن لقد تحدثت معه قبل نشر الخبر وكان بشكل مزهل في حالة معنوية جيدة ما زلنا لنعرف الكثير لكني سأعانق أطفالي بقوة الليلة وأطلو صلاة الامتنين متحدث باسم البيت الأبيض قال أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الأمني قرب مدمار الجولف الخاص بطبعا سلفه ترامب وأن بايدن وكملة هارس يشعران بالارتيح بعد التأكد من سلامة ترامب وندد بالهجوم وقال الاتنين كانت رسالتهم واحدة تقريبا لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف إطلاقا في بلدنا وبايدن برضو قال أمر واحد أريد توضيحه أن الخدمة السرية تحتاج إلى مساعدة إضافية وأعتقد أن الكونجرس يجب أن يستجيب لإحتياجاتها وأضاف أعتقد أننا نحتاج لمزيد من الأفراد أيضا إيلون ماسك قد بطبعا التكنولوجيا والملياردير وصاحب شركة تيسلا الكهربائية والمؤيد لترامب طبعا كان وجه انتقادات بعدما سئل على منصاته إكس عن سبب عدم محاولة أحد لقتل بايدن أو هارس قبل أن يحزف المنشور نائب أيضا نائبة الرئيس هارس كانت بتقول أنها شعرت بالقلق وأعربت عن ارتياحها من ترامب بأمان أما بقى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون كان الحقيقة طالبة بتعزيز الحماية على الرئيس السابق وخصوصا أنه كده تعرض لمحاولة الإغتيال الثانية هو رئيس سابق مرشح جمهوري تعرض لمحاولة سابقة فيجب أن طبعا يتم الاستجابة لهذا الطلب في تعزيز الحماية وأكد أيضا رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن ترامب هو الأكثر تعرضا للتهديد والهجمات لكنه ظل قويا وسيناضل ويقاتل من أجل الشعب الأمريكي. قال جونسون أن الكونجرس سيتحرك بسرعة لتخصيص الموارد والقول عاملة المطلوبة لحماية الرئيس السابق. وكذلك مسألة وزير الداخلية عن سبب وصول منفذ محاولة الاختيال إلى مسافة قريبة من ترامب. الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي ورئيس الوزراء البريطاني كيريس تارمر ومن أوائل قادة العالم الذين دانوا محاولة الاختيال والكريم لنعتبر بأنها مؤشر على أن معركة الانتخابات الأمريكية تحتدم. ميلانيا ترامب سعادت الاتهامات ضد الاف بي آي والحقيقة أنه كان برضو تحدثت عن أسرار جديدة قبل الانتخابات الأمريكية. من غير مألوف خرجت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقطع فيديو مثير للجدل لتتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي بانتهاك خصوصياتها خلال مدهمة منزلها في فلوريدا حيث كان يتم البحث عن وثائق سرية احتفظ بها زوجها بعد مغادرته البيت الأبيض. ظهرت ميلانيا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على منصة اكس وهي تروج لمذكراتها الجديدة التي ينتظر أن تكشف أسرارا مثيرة وتفاصيل خفية عن حياتها في البيت الأبيض. المقطع بدأ بمشهد يسلط الضوء على التعديل الرابع في الدستور الأمريكي الذي يضمن حماية المواطنين من عمليات التفتيش والضبط غير القانونية. ثم توجهت السيدة الأولى السابقة برسالة مباشرة إلى الشعب الأمريكي. لما تخيل يوما أن تنتهك خصوصية بهذا الشكل هنا في أمريكا لقد دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل وفتش متعلقات الشخصية. هذه التصريحات تتزامن مع الذكرى السنوية لمدهمة مارالاكو في عام 2022 والتي أسفرت عن توجيه اتهامات لرئيس السابق دونالد ترامب بسرقة وثائق سرية. الفيديو يعد جزءا من سلسلة منشورات تعزز ترويج مذكراتها المرتقبة والتي قد تحمل مفاجآت غير متوقعة. ميلانيا أكملت حديثها العاطفي قائلة. ما حدث لي ليس مجرد قصتي. إنه تحذير لكل أمريكي. يجب أن نحمي حقوقنا وحرياتنا. كما لم تتردد في تعبير عن السيائها من الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة ومحاولات إسكات زوجها في مقاطع سابقة. ومن المتوقع أن تصدر مذكرات ميلانيا ترامب قريبا لتضعها في قلب الساحة السياسية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة. مما قد يزيد من حدة التوترات. يمكن كان فيه فيديو زمالي بتعرضوه كان مكتوب عليه قناة الحدث. أعتقد أن يمكن يكون ده كل المعلومات. هو الفكرة برضو كان فيه الفيديو اللي احنا عرضناه من شوية. المنفذ كان طالع في فيديو بتكلم فيه عن دعم أوكرانيا. هو كان باللغة الإنجليزية. كانت قناة الحدث والعربية كانوا ترجموه. لا واحد تاني من شوية كان مكتوب عليه الحدث كده من الجم. الترجمة دي برضو كان هو في النهاية كلامه كله أنه هو ضد سياسة ترامب في موضوع أنه في موضوع أنه يعني أنه ضد ترامب وضد سياسته وأنه ترامب هيبهد للديموقراطية وأنه كل ده. أعتقد بتيالي هو ده الفيديو. مش عارف إذا كان موسيقى ولا بصوت. لأنه ده كان هنا برضو بيورينا كل الموضوعات اللي ليها علاقة بـ اللي هي علاقة بأنه طبعا برضو بيوريكو أنه كان بيلعب الجولف. برضو التساؤل التاني منين عارف هذا المنفذ أن ترامب بيلعب الجولف في الوقت ده. يعني فيه سؤالين الحقيقة محتاجين الرد. عارف منين أنه هيلعب الجولف. الحاجة التانية أو أنه موجود في فيلم يعني بيلعب. والحاجة التانية إزاي قدر يقرب منه بهذا الشكل. وزي ما قلتلكه طبعا أنه الأمر اللي هو كان ليه علاقة بأوكرانيا بيدعم أوكرانيا ضد ترامب بشكل كبير جدا. هيتطاضح بعد أول جلسة النهاردة. إيه هي التطورات في هذا الشأن. وإذا كان ممكن يعني يتم زيادة الحراسة الخاصة بترامب. أيضا التأثير على حاملة ترامب. وهل ده هيأثر؟ هو كتير جدا علاقه. قاله أنه بالتأكيد بعد ما كان في استغلال لمحاولة الاختيال الأولى من قبل ترامب وحملته بأنه يطلبه أموال أو أنه يكون في دعم أكتر. هم هم المؤيدين بيتعاطفوا معها أكتر. هل ده ممكن يجذب مؤيدين أكثر أو أصوات أكثر من الأصوات في الولايات المتأرجحة ولا لأ؟ كل دي أسئلة أعتقد أنه مهم جدا أنه هنتابعها ونشوف هل هتأثر على استطلاعات الرأي هل ترامب وحملته هيقدروا يستغلوها بشكل جيد الفترة اللي جاية. لأنه فعلا لم يستغل المحاولة الأولى حتى في المنظرة. وأنه فعلا أنه يعني يعني اللي بيتعرض لمحاولة الاختيال مش عمر لبايدن ولا هاريس ولا أحد. هو دلوتي دي المحاولة تانية لترامب وأنه العنف دايما بيجي من قبل هؤلاء وأنه احنا بنكتشف في الآخر أنه هم مؤيدين للديمقراطيين. هل ده ممكن يفرق في الفترة اللي جاية أو في أنه حظوظ ترامب بتكون أقوى لكن بشكل خاص أو بشكل عام عفوا أنه هذه الانتخابات زي ما الكريملين قال كده بتشتد احتداد وأنه ممكن تكون المنافسة قريبة جدا من بعضهم البعض. موسيقى